حملية المتواصلة للتروج للسياحة التونسية في مسعى لإعادة دفع هذا القطاع الحيوي لإقتصاد البلاد وبعد أن خسرت تونس العديد من الأسواق بسبب عزوف السائحين عن السفر إليها جمعية شربة أوليس وفي أضخم تظاهرة ثقافية رياضية صنعت الحدث وأمتعت الصغار والكبار وخصوصا الأجانب الذين وجدوا في الجزيرة الإطمئنان والمتعة موسيقى 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 سابقينة جاربا وموسيقى ويد Bureau جمعينهم المتواصل الولايات موسيقى ومن الأنسية قدر أنها ي incapableً تتتتتخذتات سنسلاتزرات العشرات من المواطنين إلى جانب السياح شكلوا سلسلة بشرية عكس التعايش السلمي الذي يميز أبناء الجزيرة أمتعة الحاضرين قد تجعلهم يتطلعون إلى تظاهرات أخرى وبفارغ الصبر حملة استدعت حشدا من الانتباعات للسياح وذكريات بالجملة بعثوا من خلالها برسائل طمأن للذين لم تطئ أقديمهم تونس يبقى بها لطنسي، يأتباء LimG اشتركوا في القناة على الواقع السياحي في تونس